السلام عليكم أخوتي و أخواتي كيف رأيكم دائرين أتمنى أن هذا الفيديو ألقاكم بالأخير وحشتكم كثيرا وديكم وحشة كبيرة كبيرة في اليوم سنتحدث عن تقنيات الميكرو بلادينج أو ما يعرف تطلحة وعجب شعر شعر كيفما لاحظتم قمت بتقنيات الميكرو بلادينج وكثيرا من الناس سألوني وقالوا لي واش ممكن أنني نعود لهم على التجربة كيفش داست والمراحل اللي دست بيهم هذا اللي كيهمهم الأمر واللي بغاوا يعملوا الميكرو بلادينج يبقاوا في الفيديو ومعلوا اختل الخار وكنتمنى أنكم تستفدوا منه هذا البلايس مثلا اللي كتفوه هنا كانوا نقصيني شعرات سهما هدي هي الفورما ديالي غير أنا دوك الشعيرات اللي كانوا نقصيني وهم اللي عمارت وصابيت كيف تشوفو باش كيصلحوا الأخطاء وكيصلحوا الخوية اللي كيكونوا وكوشهد شي اللي كيكون نوعات التقنية ديال ميكرو بلادينج هو تاتو تاتو ديال الحواجي مش بحال تاتواج اللي كنديرو في الحن ديالنا كيبقينا العمر كامل هذا واحد تاتواج كي تدار كيضم فقط ما بين عام حتى العامين ومن بعد كي تزال بحديث وكبقة كي تفتح له اللوم ديالو ومن بعد كيمشي بصفة نهائية لما كيصلح تاتواج كيصلح للناس مثلا اللي ما عندهمش الحجبان نهائيا مثلا الناس اللي كيكونوا في التخطم ديال مرض السرطان الله يقش فيهم ويعافيهم يا ربي ناس المهم اللي ما كيكونش عندهمش عندهمش شعر نهائيا ولا كيكون عندهم مشكل مشكل في شعر الحجمان ما عندهمش ويمشونهم ممكن أنهم يديروا التقنية كيبانوا طبيعية أراكوا ما كنت شوفو راه كيبانوا طبيعيا و سؤال فينجا و انا عندي زعمل حجبان على شماتها التقنية هنقول لكم لك لانا و انا شحالة دي كنت كنت في الحجبان ديالي كم موضا كنت في الحجبان و هذه من بعد شقع لي مبقوش كيكي برو ليهنية الحجبان هذه الفورمة ديالي هذه فورمة ديالي الحقيقة ديالي الحجبان ديالي غير شقع هادة الفلاسة هادة اللي كتشوفوا فيها كانت خاوية كانوا نقصني شو شعيرات غادي تسولوني وش كي يمشي او ما كي يمشيش ووي كي يمشي ما كيبقى و بالخصوص انا غادي اخلي لكم دابا الصورة باش تشوفوها ديال الحجبان ديالي كيفاش كانوا قبل كيف مشتو هكدا كانوا عندي بخير مرة عدلتهم عدلتهم في 2018 مبقاش عندي نهائيا نحس ديال ميكرو بلادين نهائيا ولا شعره ديالتجربة اول حاجة كثيرة هي ديالي الكريمة اللي كتب النج كتخليني واحد عشان دقيق بيها كيف ما كتشوفو هنا في الفيديو اشتو حبيباتي اعملت يا كريمة نستيسيكا باش مين تبدالي الميكرو بلادين ما يحرقونيش لبا راقصني خليهم واحدة عشار ديالتجربة لخمستاشر دقيقة خليها من بعد قدي تزولها بعد قدي نبدأ فساليت ديك عشار ديالتجربة لخمستاشر صافية وثانية دخلتني لداخل مسحات لي الكريمة وبدأت كات عبر لي في الحجبان وكتشوف كتاخد لهم القياس ديالهم باش يكونوا في حال فحال يعني باش يكونوا كل شيء في حال فحال من مورا فاش سالات وراتهمني عجبني انا عجبوني يعني شكل ديالهم لان هذا هو شكل ديال الاصلي يعني مزد عليهم ولا ولا غير عمرتة الفلاصة صافية اللي غادينديرو غاديندوزو الفاش بدات كترسمهم بدك القالم اللي فيه سنينة يعني وما فيه بحش شفر بدك شفر باش بدات كتتت تطاطوه انتو ما كتشوفوه موسيقى انتبع باش نيام موسيقى انتبع بيش ومن بعد في هذا الطريق هنا هي وصلة المنصف للخدمة من نسبة لزعم الحريق والمكال الحريق لتشي حاجة ما حسيت بتشي حاجة غريية كتحس بوحدة شي حاجة شكل مني كتكون هكذا بحيلا كتقمشون في حالة كده كتقمشون فقط ماشي حريق مثلا نقولو في حال مرة لورة لدك الصنطر اللي كنت مشيت لي لا لا صراحة الله ما ماشي في حال في حال هادي نوريكم دابا الحجبان ديالي كيف شبقه وهذا الشكل ديالهم آخر كيف شبقه هادي شكل ديالهم عجبني بزا 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 استهل استهل لانك اتخدم نزيل اي بوينو وينو دابا اللي غادي ندير انا غادي نشرح لكم على كي باش خسنات هالله فيهم في الطار باش نصور الطار كينين الناس اللي كي يقولو لكم ما ما يقربش وما تعملو كريمك كل ساعتين اوكي لكن انا هاد المرة هي قتلي اعطتني كريمه وعطتني واحد صابون يعني ذاك صابون هنيك يقولو لهم نوترو اعطتني صابون قتليا غادي نمشي بالدار واحد مدة ديال 6 ثواني او 10 ثواني من بعد غادي نعمل لهم المتا نحيه تزاك صابون مزيان وغادي نشد كلينيكس وغادي نشفيهم بحال هكدا بحال هكدا بقا نشوف بهات الطارقة هادي باش كنسلي كنشف ليالهم كنشد ديك الكريمه اللي اعطتني هي فيها الفيتامين او فيها الفيتامين تي كنشد ديك الكريمه كنشد فيها علاقة حبة ديال الروز قد حبة ديال الروز يعني ما كنفوتش بزاك شوية كنعمل وكنبقا ندهن هنغير بشوية الحجبان ديالي وصافي يعني هاكا هادك شي اللي كنشد فيه بصباح او عشية لمدة سبع ايام بالنسبة بدوش كيفش غادي نديرو نغسلو شعارنا يعني غادي نحاولو نغسلو شعار ديالنا بحال بني كنمشو عند صالوا الحلاقة كننزلو راسنا بحلاقة وكننغسلوها الماما خصوش يقيس الحجبان ديالنا بزاف وبالنسبة القشرة اللي كتكول في الحجبان ما خصوكش تقشر يا خصوك تخليات تطيح بوحدة واذا مثلا ناطلك الحكاة ولا ركا تكون فعلا الحكاة اذا بغا درسي عليها وذكي حكنين ايا تتحاولو تديرو بحلاقة كيف يفوتكم الحال قريبا لديك البلاسة اللي كتطركم تديرو بحلاقة تديرو بحلاقة وصافي كيف يفوتكم الحال هادو هما الكويدادوس اللي اعطتني اهنا هادو هما اللي قاتليها صراحة لا تطبقتهم بشوية بشوية وكيف ما كتشوفو بيان بيان نهار تاني كيكون غامق لان الجلد سيبدأ يكون في حل القشرة باش يدافع باش كيبغي يدافع يعني كيكون في حل القشرة وديك القشرة هاد ما تزيد تغمق ذاك اللون ولكن مع الوقت كيبقى يتفتح اللون كيف ما كتشوفو انا ببيت ديرو تفتحليها وعندكم من هنا انا واحد مدة ديال 20 يوم 14 يوم حلقك كتر واحد عشرية اتكون في حلقك واحد عشرين يوم واحد ثمانية وعشرين يوم عاوتين اللون غلا ديرو يغماق عاوتين لانه الجلدة كتجدد واذاك اللون عاد كيزيت كيطلع للفوق وهاد لاسيسيون اخرى اللي كيعطيوك باش مثلا اللي طاحول يدوك الشعرات اللي ترسمو منش بلاصة كتمشي وكتعاوذهم لك يعني كتعاوذهم لك انا هنا كيف ما قد تشوفو غير هنا يا بيت اغير تزيدني وحدا هنا وصافي صافي يعني انا عندي كل شي مزيان وهذا الطريقة هذي اللي قتلكم ما عندكم منش تخافون منها بعض الصابون انا صراحة لله هاد المرة هذي القشرة ما تكونتش ليا ما شتهش مهائيا ما عروش علاش وش كيتوش مقشارش ولا طاحة لي فاشلا نقول مثلا نعصى ولا العلمو لله موهيمة انا مشتاش نهائيا ان الحجر وحيدة اللي كنت كنت كندل وانا اغسلي ديها ومن بعد كان اغسلي الحجبان اللي كان نفزقهم كانديلهم شوية الصابون كاندلكهم في حلقة واحدة شرع ديها اللي كانت أغسلي ان يتحلهم في حال هكذا كانش فهم في حالكة وكندلهم لك الكريمهة لها وصافية ما كان زيتش عليهم كثير ما كاندلك لهم كثير و بالنسبة للمشاهدة التي تستهلون في مدريد و يريدون أن يذهبون إلى هذه الصنطرة صراحة الله تستاهل بزفزف لا أشياء أشهر أو شيء حاجة لديها و يخلص لها رزقها و إذا كنت أعطيتها رزقها يأخذ مساها دائما ولكن أنا دائما أريد أن أتجي معكم الحاجة التي تجربها أعلى والآن لا أعطيتها في الوصول على الاستخدام أستطيع أن أتجعلها و أستطيع أفضلها والآن لا أستطيع أن أعطيتها أو أن أسكتها لأنني لا أدركها لأنني أتجعلها لأنني أتجعلها عنوان لديها بالنسبة للمحل المدريد او خطافي انا غد نخلي لكم العنوان المحل لها ل Theatre نخلي لكم الرقم الوصف والعنوان المحل وكذلك الصفحة الفيسبوك دخلوا عندها تصوب الشفاق الحجبان الطفاق تصوب كل شي عندها خدمة رائعة بزبزة ودبا رافتحوا فرع اخرين في مادريد ولكن انا دول فرع الول وهذا لش كيمشي ديما صحيح لك تعجبين خدمة ديها بزبزة اطار هات الشي كامل ضريفة كتتعامل مزيان وهذا هو الاسس يعني انسان كتتعامل معك مزيان ضريفة وخدمة عندها مطقونة وكذلك فاش كاتمشي من ذيك البلاصرة كاتمشي بالخطر ديالك فرحان يبوينك كناتشي كل شي ديال الفيديو ديال اليوم كنتمنى انني ما نسيتش ما نسيتش شي سؤال ولا اذا كان عندكم شي سؤال للبنات او للولاد كان عندكم شي سؤال خليوا ليه في كومنتر ما تنسوش خليوا ليه في الكومنتر انا غادي نعود لكم عاود ثاني فيديو اخر فاش شاء الله غادي يكمل الشهر انا غادي نهار 25 عندي معاها رون ديفو غادي يمشي عند انا 25 وغادي ندي لكم فيديو اخر باش تشوفوا كيفاش يعني من مرة شهر كيف يجبنا نديره حياتش هذي اخر سيسيون ندير معا كتكون لولا ومن مرة شهر كتكون الثانية بحيلا كتتعود ضدوك الزغيبات اللي كيكونوا طاحوا وترسموه وطاحوا كتتعود تعمرهم في بلاصهم وصافي اللي مهيم اذا كان عجبكم هاد الفيديو هادو اذا كان عجبكم هاد الفيديو هادة ما تنسوش تضغطوه على لايك واذا كانت هذه اول مرة كتشاهده في القناة ديا لي مرحبا بكم و المرحبا ناكد سمينة أنكم تكونوا استفدتم من هاد التجربه ديا لي وكان سمينة أن الفيديو نعجبكم للاعجاب ديالكو وان شاء الله سنتلاقوا في الفيديو اخر هادو يشخرين ترجمة نانسي قنقر